لم يعد الابتزاز الإلكتروني مخصصا للفتيات في العراق بل امتدت خيوطه ليشمل الرجال أيضا بقاسم المشترك والحصول على المال كأولوية لتبقى المراهقات في الخط الأول للمساومات التي يحملها التواصل الاجتماعي غير الآمن وتكشف شهادات الضحايا عن التعارض للابتزاز المالي والنفسي بعد علاقة غرامية إلكترونية ما يدفعهم إلى تحذير أقرانهم من التعارف الإلكتروني والصور غير اللائقة خاصة مع إمكانية اختراق الهواتف النقالة ومحتوياتها والصور في المقدمة ويعتمد المبتز في مساومة الضحية مقابل عدم نشر صورها على أطمئنانه بسكوت الضحية وعدم تبليغها عن الموضوع خوفا منها من الملاحقة العشائرية أو الاجتماعية وأسباب أخرى ترتبط بسرعة ثقة الضحية بالآخرين والبوح بالأسرار بالإضافة إلى قلة مراقبة الأهل لسلوك أبنائهم وتعد جريمة الابتزاز الإلكتروني من ضمن أبرز الجرائم التي بات تؤرق الأسرة العراقية في الوقت الراهن وتستهدف تلك الجرائم النساء بدرجة الأساس بنسبة 70% فيما تصل عقوبتها بالقانون العراقي إلى الحب السبع سنوات